الذكاء الاصطناعي، لاعب جديد في عالم السياسة برنامج جوتشات جي بي تي من الذكاء الاصطناعي سيحل ضيفاً لأول مرة على الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 ليشكل عنصراً يمكنه قلب موازين نتائج الانتخابات لا توجد قواعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي في السياسة هكذا يقول الخبراء وبين مؤيداً ومعارض ينقسم السياسيون الأمريكيون على إدخال الذكاء الاصطناعي في سباق الرئاسة طرف يراه يسهل العملية الانتخابية فيما المتخوفون يخشون إرسال رسائل بصوت المرشح لإرشاد الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم في التاريخ الخطأ أو خروج تسجيلات صوتية لمرشح يفترض أنه اعترف بجريمة أو يعبر عن آراء عنصرية أو فبركة لقطات فيديو وصور تؤثر على آراء المصوتين هناك تيار آخر من الخبراء يرى إيجابية في استخدام الذكاء الاصطناعي لكشف التزييف وحملات التزوير التي سيقوم بها المرشحون خلال الانتخابات ما من شأنه أن يسهل أداء مهام مختلفة في حملات 2024 من بينها الأبحاث التي تستغرق وقتا طويلا والعمل المكتبية والإعلانات يجمع الخبراء على أن تجيش الذكاء الاصطناعي في موسم سياسي يمكن أن تكون له تأثيرات غير محسوبة ما يجعل الانتخابات الأمريكية المقبلة مختلفة عن سابقاتها لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات